حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح من المخططات الخطيرة من قبل مجموعات إسرائيلية متطرفة بإشراف وزراء حكومة اليمين وعلى رأسهم المتطرف بن جفير والتي تستهدف المساسة بالمسجد الأقصى المبارك وتغيير الوضع القائم وقال فتوح أن الدعوات التي تصدر عن هذه الجماعات المتطرفة لحرق المسجد الأقصى تشكل خطرا وتعديا صارخا على مقدسات المسلمين وعاصمة الشعب الفلسطيني السياسية والروحنية وأضاف أن أي محاولات للمساس بالمسجد الأقصى ستؤدي إلى تداعيات كرثية وستشعل المنطقة بصراع لا يمكن السيطرة عليه